تشكل صناعة الأفلام اختباراً للموهبة وروح العمل الجماعي وتتطلب الكثير من الصبر القصة برمتها تبدأ من فكرة أصلية لمعد في فكر مخرج أو منتج أو كاتب سيناريو أو شكلت موضوع رواية وما إن يتم اختيار الحبكة حتى يبدأ العمل على تطوير السيناريو هنا يأتي دور المخرج الذي يتعين عليه بمساعدة فريقه إدارة صناعة الفيلم بما يتناسب مع الميزانية المحددة ويؤدي مدير الإنتاج في هذه المرحلة الدور الرئيسي إذ يتوجب عليه توفير المال عبر الوجوء إلى الاستوديوهات السينمائية الكبرى أو عبر المساعدات العامة وقنوات التليفزيون وراعين رسميين من دون أن ننسى مسألة إيجاد الموزعين وتكمن مهمة مساعد المخرج الأول في وضع برنامج التصوير ومتابعته وتعد هذه الخطوة رئيسية لتنظيم عمل الممثلين وترتيب التجهيزات والآليات والتأثيرات الخاصة والصوت كما يتعين عليه البحث عن أماكن لتصوير الفيلم أما المخرج التنفيذي فيتولى أمر تشكيل فريق التصوير في حين تُعطى مهمة اختيار الممثلين والكمبارس إلى مدير مختص في نهاية المطاف يبدأ تصوير الفيلم بإدارة المخرج وهو الجزء الأكثر تشويقاً إذ يحتشد نحو ثلاثين شخصاً من بينهم فريق مهمته التصوير بإدارة مدير التصوير وفريق الصوت ومصمم ديكور ويتولى فريق موجود على الأرض إدارة كل ما هو لوجستي بالإضافة إلى التنقلات والتزويد بالطعام والشراب والسكن وما إن تنتهي مرحلة تصوير المشاهد حتى تبدأ مرحلة ما بعد الإنتاج بادي الأمر يتم انتقاء المشاهد المصورة التي سيعمل عليها الممنتج من ثم تمزج الأصوات وتضاف التأثيرات الصوتية والتعليقات والموسيقى لتوفير الأجواء المناسبة وصولاً إلى إضافة التأثيرات الخاصة بالفيلم في النهاية تتم معايرة الفيلم بضغط صورته مع جميع عناصره عندما يتطفق المخرج والمنتج والموزعون على النتيجة النهائية تضع اللمسات الأخيرة ويقصر الفيلم النور